كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد رأس اجتماع الحكومة الاسبوعي حيث بحث عددا من الموضوعات خاصة على صعيد جذب الاستثمارات وطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على تقرير بشأن التيسيرات التي منحتها هيئة المجتمعات العمرانية وتتعلق بالأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة كما وجه مدبولي الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات ضبط الأسواق والتنصيق المستمر مع الغرف التجارية ومع الأجهزة الرقابية في هذا الإطار ما يسهم في توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة هذا وأشاد رئيس الوزراء بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية لكل من الهند وأذربيجان وأرمينيا مشيرا إلى أنها تعكس توجها واضحا للدولة نحو تفعيل العلاقات المشتركة مع تلك الدول والعمل على استثمار الفرص من أجل تنمية التعاون الاقتصادي مع هذه البلدان ما يحقق المصالح المشتركة موسيقى موسيقى